السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع الرسم والتوظيف إذن دعونا نبدأ استحضر اكتب نوع كل خط مستقيم أو منحني في المكان المناسب خط مستقيم خط منحني خط مستقيم خط منحني تدرب أولاً ارسم الخطوط حسب المطلوب خط منحني المغلق خط مستقيم عمودي خط منحني مفتوح خط مستقيم أفقي ثانياً تأمل الصورة وأكمل الجدول الإسم كريم نوع المسلك المتبع مستقيم الإسم ريم نوع المسلك المتبع منحني وظف تسابق الأرنب والسلحفا واتبع مسلكين مختلفين الأرنب خط مستقيم خط منحني خط مستقيم السلحفا خط منحني خط مستقيم خط منحني ارسم المسلكين قيم أتم المشهد باعتماد البيانات التالية الشمس خطوط مستقيمة الجبل خطوط منحنية المنزل خطوط مستقيمة الشجرة خطوط مستقيمة السحاب خطوط منحنية الشجرة خطوط وضعه الشجرة خطوط وضعه خطوط وضعه الشيطان السلح mayoría ailable